مرحبا أصدقاء المشاهدين وأهلا وسهلا فيكم بحصتنا لليوم من برنامج مدرستي بدي رحب فيكم ترحيب خاص بحصة الرياضيات أو علم الحساب ومثل دايما رح يكون في عنا إشية جديدة تنتدرب عليها ونتمرن حتى تترسخ بأذهاننا أكتر وبالبداية خلينا هلأ نسمع لأغنية الأرقام ونكررها سوا بصوت عالي وقوي ومن بعدها منبشر بدرسنا احد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون في مزرعة جدي أشار كثيرة رأيت فيها ثمار صغيرة وكبيرة ورحت أعدتها هيا هيا نعدتها أحد عشر تفاح إثنى عشر آناناس ثلاثة عشر برتقال أربعة عشر دراق خمسة عشر مش مش ستة عشر رمان سبعة عشر كارس ثمانية عشر إجاز تسعة عشر وعشرون رأيت شجر الليمون 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20 20 in my grandfather's farm I saw a lot of trees that have many fruits let us count them please come let's count them all all the fruits big and small 11 apples 12 pineapples 13 oranges 14 موسيقى وهلأ متل ما وعدكن رح نباشر بدرسنا لليوم ورح يكون عنا مراجعة للأرقام يلي منشوفها على مستقيم الأعداد أو الخط يلي بتكون مكتوبة عليه الأرقام متل ما شايفين أنا كتبتن باللغة الإنجليزية بلشت من زيرو وانتهيت بـ 20 ومشيت بالعد اللي منسميه تصاعدي تحت توصلت عن 20 منسميه بالعربة من صفر إلى عشرين رقم عشرين فإذا على هيدا الخط يلي هو منسميه خط الأرقام أو مستقيم الأعداد رح نكون عم نتدرب أكتر كيف ممكن نعمل جمع للأرقام مع بعضها ونستخدم هيدا الخط تيساعدنا كيف يخلي الإشياء تكون بسيطة أكتر فإذا رح نبدأ هلأ رح خبركم عن سلمة سلمة هي فتاة حلوة ومهضومة وسلمة بتحب دايما أنه تقطف أزهار من الحديقة وتتمشى بالحقلة تحتى تجيب أزهار وتعطيهم لأمه أو مرات تزين فيهم البيت المنزل فسلمة كانت عم بتقطف الأزهار هي وراحة على الطريق أول مرة سلمة قطفت عشر زهرات رح عدهم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة فمانية تسعة عشرة حملتهم سلمة للأزهار عشر أزهار رح عدهم باللغة الإنجليزية عشرة أو تن باللغة الإنجليزية وبعد شوي لعبيت وشافت صارت تتأمل بالأشجار والطبيعة ورجعت قلت حب أجيب بعض أزهار أكتر حتى أقدمهم لجدتي كمانا رجعت سلمة مرة تانية وجيبت هالمرة خمس زهرات رح عدهم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة صار عندك كتير زهرات لكن قالت سلمة بعد بد أجيب ثلاث زهرات بد أعطيهم لصديقاتي ثلاث رجعت من بعد ما حملت باقة الورد اللي فيها عشرة تتزين المنزل وبعدين الباقة اللي فيها خمسة لتعطيهم لجدتها ستة يعني راح تجيبت ثلاث زهرات لحتى تعطيهم لصديقاتي رح حطهم هون واحد اثنان ثلاثة كم زهرة جمعت سلمة يا ترى كلهم مع بعض إذا عنا هون عشرة وعنا هون خمسة وان تو ثري فور فايف وهون واحد اثنان ثلاثة يعني ثري كم زهرة بكون مجموع الزهرات يلي جمعتهم سلمة خلينا نفكر أول شي نبدأ بأكبر رقم من هون في عنا عشرة وعنا خمسة وعنا ثلاثة ما هو الرقم الأكبر؟ طلعوا مني راح ابدأ ثلاثة ثري بعدين من بعده خمسة يعني خمسة هو أكبر من ثلاثة منكمل على مستقيم الأعداد عشرة تن عشرة أكبر من خمسة وأكبر من ثلاثة يعني رقم عشرة نمبر تن هو الرقم الأكبر يلي دايماً لازم نبدأ فيه تتذكروا قالنا أنه لازم نبدأ بالرقم الأكبر فإذا رقم عشرة من هون لازم نبدأ ورح حط خط أحمر تحت رقم عشرة بعدين شو لازم نعمل؟ لازم نزيد عليه نبلش نعد خطوات لقدام لنشوف ما هو المجموع أول شي راح نعمله راح نعد خمس خطوات لأنه أول مرة سلمة جابت عشرة بعدين جابت خمسة راح نشوف المجموع اللي أول مرة جابتهم سلمة وبعدين راح نزيد عليهم ثلاثة راح نمشي خطوة بخطوة لكن أكبر رقم هو عشرة راح زيد عليه خمسة خمس خطوات راح أقرب لقدام فإذاً واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة لكن لتزين بيتها عند عشرة لستة جابت خمسة أول مجموع معنا بيكون خمسة عشر ففتين طلعوا منيه؟ لما قربنا خمس خطوات الجواب كان خمسة عشر لكن بعد شوي سلمة قالت بدأت جيب ثلاثة زهرات لحتى تعطي صديقاتها فليزم هلأ نزيد على المجموع يلي هو خمسة عشر قديش؟ ثلاثة يعني لازم نقرب لقدام ثلاثة خطوات خلينا نجرب واحد اثنان ثلاثة فإذاً الجواب هو الجواب هو ايتين ثمانية عشر هو مجموع الزهرات كلهم يلي جابتهم سلمة كيف عرفت؟ المجموع تبع أول اتنين الأكبر رقم واللي بعده عشرة وخمسة عطاني خمسة عشر زدت عليهم ثلاثة يعني خمسة عشر زائد ثلاثة يساوي المجموع طلع عنا ثمانية عشر فإذاً خلينا نتأكد هلأ من عدد الزهرات إذا مظبوط فعلاً هو كان ثمانية عشر واحد اثنان ثلاثة أربع خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر مظبوط فإذاً المجموع يلي حصلنا عليه لما طبقنيه على مستقيم الأعداد هو نفسه مجموع الزهرات يلي حملتهم سلمة معه طيب خلينا نفكر إذا هلأ سلمة لما راحت عالبيت وأخدت كلها ولقيت بقلب المزهرية في زهرتين لقيت بقلب المزهرية عند الماما بالبيت في زهرتين شو قولكن فينا نزيد زهرتين على المجموع؟ أكيد فينا منبلش كيف؟ منبلش من رقم إثنان أو من المجموع يلي هو ثمانية عشر منبدأ من الرقم الأكبر من ثمانية عشر لأنه هو الرقم الأكبر على مستقيم الأعداد ومنمشي كم خطوة؟ اثنين لأنه في زهرتين منقرب ومنزيد عددين واحد اثنان والجواب بيكون 20 أي عشرين يعني مجموعة كل الزهرات اللي لقيتهم اللي صاروا موجودين بالبيت عند سلمة هو عشرين زهرة فإذا عملنا ثمانية عشر زائد اثنان نحنا كان عنا ثمانية عشر زدنا عليهم اثنان يساوي رقم عشرين أو تونتي وهيك منكون جمعنا كل الزهرات اللي قطفتهم سلمة كرميل تزين البيت كرميل تعطيهم لجدتها كرميل تعطي أصدقاء أصدقاتها لتلاتة وآخر شي لقيت أنه أمه عندها بالبيت اثنين فضفنا هود الاثنين على المجموع كان عندنا 18 خلينا نتأكد قدي بيصير ثمانية عشر تسعة عشر وعشرون هيدا هو المجموع اكتبوه عندكن وخليكن مركزين كتير منيح لأنه بعد شوي رح يكون في عنا تمارين أكتر وفقرات أكتر خلينا كمان مرة نتابع مع بعض التمارين على اللوح بدي أخبركم عن هيدا الهرة يلي اسمها سنوي سنوي كانت ببطنة في هرر صغار بدأتيب يعني هرر صغار كانت حبلة وسنوي أول مرة جابت أربع هرر صغار خلينا نعدهم واحد اثنان ثلاثة أربع بعدين سنوي كانت كتير 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 مبسوطة بالهرر طبعولة بس هن ما كان عندهم رفقتا يلعبوا معهم قامت الهرة طبع الجيران جابت خمس هرر صغار واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وبعدين الهرر الصغار طبع سنوي والهرر طبع الهرر يلي عند الجيران صاروا يلعبوا مع بعضهم وصاروا أصحاب وهنوا عم يلعبوا مع بعضهم تلاقوا بثلاث هرر كمان عم يلعبوا في الحديقة واحد اثنان ثلاثة صاروا كل الهرر يلعبوا مع بعضهم ما هو مجموع الهرر يا تورا؟ خلينا مع بعض نستخدم مستقيم الأعداد تحت نحل هيد المعادة للحسابية بالبداية رح نعد فإذا رح نكتب عدد القطة اللي جابتهم سنوي وعدد القطة اللي جابتهم هرة الجيران وعدد القطة اللي كانوا عم يلعبوا واحد اثنان ثلاثة أربعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة واحد اثنان ثلاثة يعني واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة أم ثلاثة ما هو المجموع؟ شو لازم نعمل؟ دائما لازم نطلع على الرقم الأكبر ما هو الرقم الأكبر هنا؟ أربعة خمسة أم ثلاثة؟ تذكروا كيف نحن منعد منقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة نعم نطلع بالعدد التصاعد يعني ثلاثة أربعة خمسة يعني الخمسة هو أكبر من ثلاثة من أربعة وأكبر من ثلاثة كمان يعني رقم خمسة هو الرقم الأكبر مشان هيك؟ راح حط خط تحت رقم خمسة ورح نزيد عليه أول مرة بالبداية الرقم اللي بيجي من بعده ضغري اللي هو أصغر ضغري هو رقم أربعة لأنه خمسة أربعة ثلاثة رح أعمل أنا هلأ رح زيد عليه أربع خطوات للأمام يعني أربع هرر رح اكتب أول شي هوني خمسة زائد أربعة رح زيد على رقم خمسة رقم أربعة رح نشوف ما هو المجموع فإذا رقم خمسة عدوا معي رح عد أربع خطوات للأمام لأنه أنا عم بعمل عد تصاعدي واحد اثنان ثلاثة أربعة إذا المجموع هو تسعة لأنه كان خمسة وزدت علي أربعة صار المجموع عندي تسعة رح اكتب المجموع هنا رح اكتبها باللغة الإنجليزية بلون آخر فإذا خمسة 5 زائد بلس أربعة 4 يساوي إيكولز تسعة 9 هلأ لازم عنا رقم تسعة وعنا رقم ثلاثة بدنا بعد نشوف زدنا عليهم الثلاثة هرر اللي كانوا عم يلعبوا بالحديقة بدنا نشوف ما هو المجموع منجيب أول مجموع منحطه على جناب تسعة ومنزيد عليه ثلاثة مظبوط لأنه أول الخمسة والأربعة تعرفوا عبعدهم صاروا أصحاب وهن مجموعهم تسعة بدنا نزيد على هيدا المجموع لثلاثة هرر اللي كانوا عم يلعبوا بالحديقة فبكتب تسعة على جناب زائد لأنه أنا بدي زيد عليها ثلاثة يساوي فتش على رقم تسعة وبقرب ثلاث خطوات للأمام لأنه أنا عم بعمل عد تصاعدي صحيح تسعة عشرة أحد عشر إثنى عشر رح اكتبها باللغة الإنجليزية وببدأ من اليسار إلى اليمين تسعة يعني ناين هو زيته المجموع يلي كان هون زائد فلس ثلاثة ثري يساوي إيكولز تناعش تولف فإذا هذا هو المجموع النهائي للهرر خلينا نعدوا أنت نتأكد أنه هيدا هو المجموع عدوا معي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر إثنى عشر وصحيح المجموع هو إثنى عشر أي تولف خلينا نعدهم باللغة الإنجليزية وعلوا صوتكم وان تو ثري فور فايف سيكس سبن ايت ناين تن إلفن تولف إذن مجموع الهرر إثنى عشر أو تولف شفتوا كيف نحنا عم نعمل العد التصاعدي تتذكروا العد التنازلي يعني لما نعمل بالعكس عشرين تساتاش تمنتاش سبتاش لما نعمل هيك بيكون عد تنازلي تتذكروا الأغنية اللي اتعلمنيها يلي منقول فيها العد التصاعدي والعد التنازلي خلينا نقولها مع بعض بصوت عالي بتقول هيك واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانة تسعة عشر عد تصاعدي اسمه ننزل عشرة تسعة تمانة سبعة ستة خمسة أربعة تلاتة تنين واحد عد تنازلي اسمه عد تصاعدي عد تنازلي هذا مستقيم الأعداد عد تن تصاعدي عد تن تنازلي هذا مستقيم الأعداد وهلأ رح نجع نسمع نفس الأغنية مع الموسيقى خليكن معنا وانتروا لأنه بعد عنا فقرة كتير حلوة واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانة تسعة عشر عد تن تصاعدي اسمه عشرة تسعة تمانة سبعة ستة خمسة أربعة تلاتة تنين واحد عد تن تن تصاعدي عد تن تن تصاعدي هذا مستقيم الأعداد عد تن تصاعدي عد تن 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 تحέρينه جيراننا عندهم ثلاثة أولاد وخالتي إجوا لعننا وكان معهم كمان ثلاثة أولاد ونحنا بالبيت ولدين ما هو مجموع الأولاد؟ ثلاثة زائد ثلاثة زائد إثنان يساوي كم؟ ثمانية صحيح وهلأ يا أصحابي وصلنا لآخر فقرة معنا لليوم بهذه الفقرة رح نتعلم معلومة مهمة جدا وحلوة كتير شفنا سلمة أخدت الزهور معها وعدينيه هون وهلأ رح خبركم عن نوع زهرة حلو كتير اسمها زهرة لوتس هيدا الزهرة غريبة لأنه ما بتطلع بالحقل هي بتطلع بقلب الماء تطلع إذا كان في بحيرة ماء مثلا أو إذا كان في بقحة كبيرة فيها ماء تطلع هيدا الزهرة زهرة اللوتس هيك اسمها باللغة الإنجليزية وباللغة العربية زهرة اللوتس بتكون هي محتوطة على ورقة كبيرة هلأ رح نعمل مثلا بعد شوي وهيدا الزهرة كانت كتير مشهورة عند المصريين القدماء وكانت زهرة مقدسة وجميل جدا بالنسبة لقلهم كانوا يستخدموها كتير وهيدا الزهرة بتطلع بأماكن محددة ما من لقيها يمكن حد بيتنا ما من لقيها بأماكن كتير لكن في قلة أماكن محددة بتطلع فيها خاصة مثل ما قلت لكم المكان يلي بيكون فيه كمية كبيرة من الماء رح فرجيكم كيف منعمل هيدا الزهرة هيدا الزهرة بيكون في قلة مثل جزع هيك صغير بيكون بقلب الماء وهي بتفوش على وجه الماء وأنا عملت هون شي بيشبه زهرة اللوتس بتشبهها كتير هي بتكون على الورقة الخضراء ومن تحت ما منشوف نحنا الجزع تبعولها بيكون بقلب الماء أما الورقة والزهرة بيكونوا فيشين على وجه الماء رح علمكم كيف تعملوها وهي سهلة كتير أنتو بحاجة أنو ترسموا وردة بس بيكون عندها أربع وريقات واحد اثنان ثلاثة أربعة وبتعملوا منها اثنين ولما نحطن فوق بعض ما منحطن هيك دغري فوق بعض منحطن بعكس بعض يعني المكان الفارغ هون بحط الوريقة تبع الزهرة التانية وهكذا على كلهم المكان الفارغ بحط عليه وريقة المكان الفارغ بحط عليه وريقة وهيك بقدر لزقهم على بعضن وبعدين حتى تصير بتشبه زهرة اللوتس لازم ارفع الورايقات اللي هن فوق بهيدا الشكل بيصير عندي زهرة اللوتس بس بعد نقص الورقة الورقة تبعها هي على هيدا الشكل يعني مثل الدائرة كأنه بس الخط تبعه متموج متعرج وبعدين هون منقص شقفة صغيرة على شكل مثلث ومنلزق عليها هيدا الزهرة ممكن كمان تحت تبين حلوة ممكن نستخدم لونين من الاخضر الاخضر الغامق والاخضر الفاتح ونحطه تحت هيك بتعطينا شكل كتير حلو ورونك اذا كان عنا متوفر اللونين لكن اذا عنا لون واحد معلش انا عملتا بلون اخضر واحد حتى حتى اقدر اعمل شكل اللوتس وضلني اتذكارها دايما وحطها قدامي انتو كمان جربوا عملوا مثله سهل كتير وتذكروا هالمعلومة عن زهرة اللوتس يلي هي بتطلع بقلب الماء وهلأ رح وداكن بس قبل ما وداكن رح نجع نستمع للاغنية ومن بعدها بتكون انتهت حلقتنا لليوم برجع بلتقي فيكن بحصة جديدة الى اللقاء واحد واحد احداش واحد اتنين اتناش واحد تلاتة تلاتة عش واحد اربعة اربعة تاعش واحد خمسة خمسة تاعش اهيييه خلينا نعيدا هلأ واحد واحد احداش واحد اتنين اتناش واحد تلاتة اتناش اهييه واحد اربعة اربعة تاعش اهييه شكرا